بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد بسم الله نبدأ السلام عليكم ان شاء الله النهاردة هعمل اكل صحي كله مشوي في الفرن ومفيش فيه اي دهون هعمل دجاج مشوي هعمل بطاطس وجيز وهعمل كمان حلقات بصر والكل مشوي مفوش اي دهون انا نقعد دجاجة بتاعتي من امس زي ما انت شايفها في المحلول ده عبارة عن مع ملح وسكر قد بعض نصف كباية نصف كباية والبهارات بتاعتي اللي بحبها كلها مع الدجاج كمون ملح كسبرافل في الأصمر بصل بودر توم بودر وحتى بصلة مضروبة في الخلاط بصل عادية ومعاها توم برضو وطماطم او صلصة ودول كده التدبيلة ومعلاقة جنزبيل وعصرة لمون بالشكل ده بسيبها منقعة فيه من بالليل بعد ما اخسلها كويس جدا وطبعا بدور عليها تاني بالملح والجنزبيل من بره واسيبها شوية وبعدين بنقعها في النقع عادي للصبح طبعا بيبقى كده اللحمة بتاعها تشرب وطريت جدا وبقت حلوة جدا وبعمل لها الخلطة التانية اللي هدخلها بيها الفرن عبارة عن بصل وتوم وفلفل أخدر وطماطم وسوس البربكيو وسوس السياسوس ومعلاقتين صلصة وزي ما انت شايفة كده بحشيها بيها من جوة وادهنها منبر بمعلاقتين صلصة ومعاهم نقطتين من سوس البربكيو بالشكل ده وبحطها على الحمل ده ما كانش عندك الحمل ده ممكن زجاجة بيبس وتحط عليها او زجاجة اي حاجة سقعة وتحط فيها ميا من جوة وتحط عليها الدجاجة بالشكل ده وتدخليها الفرن هعمل معها البطاطس دي وتجيز وكمان معها حلقات بصل اللي اتنين انا عملهم معكم قبل كده على القناة وحطهم لك في صندوق الوصف ان شاء الله وكمان الحلو في النوعية دي من الحاجات دي ممكن تقدري تعمليها في الفرن مش لازم تقليها فانا هحطهم على صاج وهرشهم برشة زيت وهدخلهم الفرن بالشكل ده انا عملت لهم الاكل اللي بيحبوه زي الجنكفود والفستفود اللي بيحجبوه منبره بطريقة صحية وهو صحيح مهما كان دي بطاطس وحاجات نشوية ولكن هياخدوا منها كميات قليلة ولكن انا ضمن انا عملها ازاي وبطريقة صحية وطبعا ما حرمتونش من اي حاجة اهم حاجة عندي حطيت كده البطاطس بتاعتي والحلقات البصل على صاج ورشتها برشة زيت او دهنت زيت بسيطة بش زي ما لقيت زيت واحدة وهدخلها الفرن وهتطلع جميلة جدا وطعمها حلو جدا واحلم ان متجيبوه منبره بكتير وده شكل الوجبة بتاعتنا ممكن ناخد جنبيها اي حاجة تانية انا هاخد معاها كده بالشكل ده طبق سلطة وخبز وخلاص كده بألفة هانا وشفا بطاطس ودجز وحلقات البصل ودجاج ما شوي زي اللي بنجيبها منبره بالزبط ولكن تختلف انها مش شربة زيت ولا مقلية في الزيت ده اهم حاجة عندي وطبعا الاكل اللي بيحبوه كلهم وكل الاطفال وكل الناس كبار وصغار بيحبوا البطاطس والفراخ المشوية والحلقات البصل بالشكل ده ناخد جنبيها طبق سلطة وكميات بسيطة من البطاطس وحلقات البصل وقطعت الفراخ كده وجبة كاملة بدون زيادة في اي حاجة لا دهون ولا اي حاجة وطبعا زي ما انت شايفة حطاها كلها في الفرن الحاجات فبالتالي وما فيش اي دهون وتخلصت كمان من الشربة اللي نزلت تحت الفرخة ما عملتش عليها اي حاجة وده احلى وجبة ممكن تقدر تقدميها لاطفالك زي ما هم بيحبوا الحاجات دي من برا عملنا مع بعض النهاردة احلى اكل مشوي كله في الفرن بطريقة صحية زي ما بنحب نشتري من برا بس بطريقة صحية وهنعمل وجبات كتير صحية وجميلة وبنحبها اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته